مرحبا يسعد اوقاتكم بتمنى تكونوا بخير اليوم وصفتنا غير شكل رح نعمل اليوم فريز لاتي طريقة كتير هينة بتعتبر شوي صحية لان ما فيها ذكر تعالوا نشوف سوا كيف حضرناها اول خطوة اخدت بريق الخلاط وحطيت فيه كباية من الحليب ضفت فوقا حوالي نص كوب من الفريز المقطع وطبعا كمية الفريز فيكن تحطوا كوب حسب ما انتم بتحبو وكمان حطت فوقا رشة فانيليا بتعطيها طعمي كتير طيب طبعا فيكن تحطوا سكر بس انا حبيت اعمالها بلا سكر رح اخفقون مع بعض كتير منيح لحد ما يصيروا عندي بهيدا الشكل بس صيروا عندي بهيدا الشكل رح حطن عجنة بشوي ورح حبي كوب التقديم بمكعبات التلج كتير سهلة وبسيطة وفيكن تعملوها باي نوع فواكي متوفر عندكن هلأ رح صب خليط الحليب والفريز اللي حضرناه فوق التلج رح حبي تقريبا 3 رباع الكوب لان الرباع الباقي رح صب في قهوة او اسبرسو شط اسبرسو بتعادل تقريبا رباع كوب من القهوة رح صب بالقهوة فوق الخليط الفريز والحليب تقريبا هيك بكون صار عنا الكوب جاهز فيكن تزينوها بياللي بتكن ياه انا حبي تزينها بشوية كريمة واكيد هيدا كله اضافات بس لتزين فيكن تستغنوا عنه اذا كنتوا حابين جربوها بالبيت بس انا حبيت اعملها شوي مرتبة اكتر حبيت زينها بقطعة كبيرة من الفريز على جنب كمان مع شوية فرميسة الملون بيعطيها شكل كتير حلو واخر شي عندي بسكوتة من اللوتوس او اي نوع بسكوت او اي نوع شوكولا بتحبو او فيكن تستغنوا عنا ما في مشكلة واخر شي حطيت سترو او الشريمون يلي رح تتقدم فيا بهيدا الشكل شايفين كيف بلشت تطلع لبرا هيدا اشهى شي